اشتركوا في القناة لأنه فيها ضيف واحد هو رجل أعمال استيس طلال مئتسي مثلا خير مثلا نور قبل ما نحكي مع الاستيس طلال هنقوله أنه هو بعرف ما بيحب نحكي كثير عنه هو معروف كثير بالإعلان رجل أعمال عامل عنده تاريخ بالإعلان وهلأ مؤخرا صار كمان عنده مؤسسة إنمائية اجتماعية رح نحكي عنه بس قبل ما نبلش الحديث معه خلينا نشوف ثلاث محاور اللي رح حاولون نحكي بهالحلقة بهالحلقة من سبعة مؤسسة طلال المقدسي الإنمائية الاجتماعية عم بتقدم رؤية جديدة لمنطقة لبقعة شمالة هل بتكفي المبادرات الفردية لإصلاح السجون بلبنان وأخيرا أين البلد الصغير في الحروب الكبيرة فهذا مثل ما قلنا أستاذ طلال نحن عادة وقت اللي بنا نحكي بهالبرنامج عن الحالة السياسية الحالة الاجتماعية بيكون فيه أوقات رجال سياسة فقلنا اليوم بنا نغير العادة بنا ناخد رأي رجال الأعمال بالحالة بالبلد شو رأيك بالحالة ككل هلأ قبل ما نفوط بالتفاصيل أول شي بشكرك على استضافتي وتالي شي بشكرك على مبادرتك وبتمنى أنه تتكرر لأنه لبنان بحاجة ميسي لسميع صوت الإنسان العاقل والواعي رجل الأعمال أو العامل أو الصناعي أو التاجر كفينة سياسة لأنه ما في حديث مع السياسيين إلا مناكفت وصدفة عم براجع مش من زمان سيدي إلى مقابلة أنا عملت على تليفزيون لبنان مشي 30 سنة كان فيها الأخصام الأساسيين بالسياسي كان فيها رشيد كرامي وكان فيها وليد جنبلات وليد أو كمال جنبلات وفيها ريمو إدي من أجمل ما يمكن وتشوف الحوار العاقل رجال الدولة أين رجالات السياسي اليوم من رجالات الدولة بالماضي خلنا نرجع للإنماء بيكون أفضل نحكي بالإنماء رح نحكي بقى كل حال بعد شوي بالحالة بحالة البلد وشو لازم اليوم لحتى بالقليلة رجال الأعمال هن يقولوا للسياسيين شو لازم يصير بسطة يمشي البلد مش عم نحكي سياسة عم نحكي اجتماعية رح أرجع لك رح واحدة تاني عم بتسمع على برنامج راديو كل يوم الصبح أنا ونازل بالسيارة نعم بيقول كل مواطن سياسي بقعم بيدخلوا المواطن بالسياسي مكما عم بتسألني أنا بدي غير شي بدي كل سياسي يعمل مواطن لنهار ليحس حرقة المواطن ليحس حاجة المواطن ليحس حاجة القسط المدرسة ليحس حاجة اللي وقف عبيب مستشفى ليحس حاجة اللي ما عنده يضوي كهرباء أو يعمل اشتراك كهرباء أو لمقطوع الماء هاي دي اللي نحن بحاجة لقلي لأنه السياسة يحسبة على المواطن مش كل مواطن يتدخل بالسياسة لأنه ما دخلت السياسة بيت إلا خربته ما دخلت السياسة اللبنانية بمكان إلا خربته بكل العالم السياسة هي في خدمة الاقتصاد إلا عنا بلبنان السياسة بالاقتصاد ما بقى عنا اقتصاد من ورا السياسة ما بقى عنا سواح من ورا السياسة ما بقى عنا عمار من ورا السياسة ما بقى عنا استثمار من وراء السياسة حالنا الآن يجيبوا ناس وعين ناجحين متوفرين وينما كان مش منضويين تحت لواء لأنه سياسي عندك في لبنان اليوم إذا ما كنت معه على العمياني بيعتبرك ضده بس يا أخي ماني ضدك في ناس مش سياسيين في لبنان أكتر ما بتتصور بهالمرحلة هاي لأنه الناس في لبنان كفرت بالانقصام العمودي اللي عندنا في لبنان ما فيه غير ثماني واربطعش لا بين ثماني واربطعش في ناس آخرين كفروا بثماني وكفروا باربطعش هاو دي ولاقوا للوطن ممنوع يكون إنسان ولاقوا للوطن إذا إلا يكون ولاقوا لزعيم مش معقول هذا المشكل اللي احنا فيه المحور اللي بدك انا راح اتماشى معك فيه راح نبلش هده كانترودكشون للحلقة مقدمة راح نبلش هده بالموضوع الأول اللي هي المؤسسة الإنمائية طلال مقدسي فاونديشن راح نشوف رابورتاج صغير ومن بعدها نرجع نسأل كل الأسئلة عن هالمؤسسة لا استيزمات سئل بالوقت يلي قصرت الدولة بالاهتمام بحاجة أبناء اللي بقعش مالي عودت على الأهالي ولأنه لمسة الحرمان بأرض مدينة الشمس وضواحية مدت يد العون وبسبب إيمانة بحاجة الوطن لترسيخ أبناء القرى بأردن أصرت على تأمين سبل العيش الكريم إلن وين ما تواجدوا مؤسسة طلال المقدسي الإنمائية الاجتماعية انطلقت بمبادرة فردية لتوفير الحاجات الحياتية من المياه الري مستوصفات للطبابة إضافة لتوزيع الأشجار المثمرة والمساهمة بالأقصاط المدرسية كما دعم الأسر المحتاجة من أجل حياة كريمة ومحترمة منطقنا هي منطقة محرومة جدا ونحنا بلشنا بشغل الإنماء فيها من 15 سنة وحطينا دراسات عديدة بكافة المجالات نفذنا اسم منهم مع مؤسسات أجنبية ومحلية وكون هالمنطقة أهم شي هو المياه الريئة أن تكون موجودة اتجهنا باتجاه البحيرات الجبلية وضعنا دراسة من حوالة 19 بحيرة وبلشنا نراجع تنشوف كيف بدنا هالبحيرات ننفذهم وخلينا نتلاقى بالأستاذ طلال المقدسي وعرضنا عليه المشروع وللحقيقة كان كتير سخي ومتحمس وقالنا خلينا نمشي فيه ومشينا بالمشروع وصرنا تقريبا هلأ عاملين 14 بحيرة جبلية حد منه وزعنا من 3 سنين حوالة 16 ألف شجرة يعني أنت ما سميها شتلي لحقول شجرة لأنه عمرها بين 7 و 8 سنين زيتون وتفاح بالأساس وفيه بعض الأصناف الثانية وهالأشجار هاودي بالسنة زيتها عملوا سيمار بمجال القطاع الصحي مثلا احنا عندنا بالمنطقة ما فيها مستشفى وكان فيه مستوصف قديم بلش من حوالة 30 سنة وبلشنا نشتغل على تطوير هالمستوصف دورة الاقتصادية بلبنان عم تلعب دورة بشكل ملحوظ فكيف الكنيسة عم بتساند المبادرات الفردية وتشجعها ليزدهر الاقتصاد الكنيسة عم بتحاول تعمل اتصالات كثير مع المعنيين والقادرين المعنيين على ساعد الدولة انه يا دولة يكوني حاضر هون هادي المبادرات الخاصة والقادرين يعني ماليا فيه ناس عملين خير عندهم مشاريع اجتماعية واقتصادية لانه هن عندهم هالوعي هيدا وعندهم هالتحسس هيدا عمل كمان يعودوا عن غياب الدولة باعمالهم بين هالمؤسسات وبين هالأفراد عندنا الاستاذ طلال المقدسي يلي فعلا بدنا نوجه له عاطفة محبي خاصة لانه هو عم بيشتغل بهالمنطقة انطلاقا من محبته لهالمنطقة قدي عم بتساهم هالأعمال خيرية بإبقاء المسيحي بأرضه؟ شوفي اذا هالأني ما فيه نتيجة بالوقت الحاضر ملموسة بقوة هيدا بعد شوية وقت رح تبين رح تبين لانه اليوم اللي عم بيزرع جنانة بعده مبلش فيها بعد ما كفته خلي مر وقت سنتين ثلاثة أربعة ما بعرف اديش بتلاقيه رح شي يلزم ويرجع مبادرة الاستاذ طلال كتير مهمة نحنا منعتبارها خطوة الألف ميل بس واحدة ما بتكفي أكيد يعني بسطة انه عنا بشوية يعني له كتير فضل نحنا عني عمل عنا سكنة نحنا بيقمنا الأمل إذا ما فيه عمل ما فيه إنماء بصفتك رئيس بلدية المنطقة وعندك نتائج الأعمال الإنمائية يلي تبعا بتقوم فيها مؤسسة طلال المقدسي قديش برأيك استفادت المنطقة وين صارت بمرحلة النمو يعني هالبرك اللي نعملت بحب بدهم تاكملي تاكملي مش من أكيد استاذ طلال مشكور أعملنا هالبرك ما بدنا نعبيهم يعني كمان بدنا نوجه كمان لمصلحة المياه المعالي وزير الطاقة نسمحونا نوصلوا نحبي هالبرك بأيام بالشتيب بدل هالماية مطروعها الماء نوجهها هالبرك ونحبيها البرك منشان هال مزارع يقدر يسئلوا نصب يسئلوا شتلة خدرة حد بايته هذا البنية وبيبقوا الأشخاص يلي مثل طلال المقدسي قدوا لغيرهم دايماً بيبينوا بغياب الدولة يلي ما عم تتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها بالوطن بفتكر لي قالتو آخر جملة زميلتي بيلخص الموضوع أنه اليوم وقت اللي ما في مبادر وقامت بتطلع المبادر الفردية وقت بغياب الدولة طب حضرتك اليوم ليش قررت تعمل هالفاونديشن مش أنا الفاونديشن تبعي في كتير فاونديشن في لبنان مش كل الفاونديشن أو كل العمل عم بينعمل على الأرض تسمع فيه العالم هلا مش كله بيتغطى على التليفزيونات أو بيزل بالأخبار مثل اليوم اللي عم تشوفه يمكن ما سمعته ولا بأخبار لا أنا ما يعرف 14 بحيرة مثلا 14 بحيرة صرنا مجمعين بحدود المليون ومئة ألف متر مكعب ماي من مياه الشتاء ومن الفائد بأثناء فصل الشتاء بينما الدولة عندها مشروع بحيرة اليمونة كي لازم تخلص بعد ما بعرف إذا بتخلص اليوم ما هو مشروع المياه المياه وجعلنا من الماء كل شيء حي لما بيتأمن الماء للإنسان وبتأمن له الأشجار ونحنا بالسيستام يمكن دكتور حنا ما فسرها شوي زيدي نحنا عم نوزع شجرة على العيال وبنتأكد أنه العائلة زرعت شجرتها لما نتزرع أشجارها ونتأكد تاني سنة تيخد أشجار عن جديد مجموعة الأشجار اللي توزعت بالباعش ميلي كله لأنه مش بس بمنطقة دير الأحمر وصلنا للستة وأربعين ألف شجرة مسمرة والشجرة لما بعدها عمرها سبع سنين بتزرعها السنة بتحصد السنة يعني معناتها وقت اللي بيصير فيه مي كل المزارعين بطل عندهم مشكلة إنه هاي المشكلة دايما نجعانوا مننا انقطاع المي وشح المي بالصيف وأكتر من هيك عم تعطيهم أشجار من الأشجار المسمرة بيصير فيه أكل يعني شوي متل مربوطين ببعضهم بس بس المي المي متوفرة المي متوفرة أنت تحت على تحت عيون إرغش تحت تحت القرنة السوداء عندك مية اليموني ولكن ما في تنظيم المي بتلاقيها بمنطقة بعيدة عن منطقة دير الأحمر 500 متر بالشارع بس ابن دير الأحمر ممنوع يشرب وإذا بده يشرب بده يترجع وإذا تشرب وترجع بيعطوه إيها نص سيعة بعده بيتعولو إيها هيدا المشكلة تبعك غيابة دولة أنا برددها دايما يجب أن تعود الدولة إلى البقاع ليعود البقاع إلى الدولة ابن البقاع محروم من كل شيء هلأ شوف بجنوب في مدارس بكل قرية وفي أسادزة بكل قرية بس ما في طلاب عنا ابن البقاع في طلاب لا في مدرسة ولا في أسادزة هل يا هل ترى شيء مخطط لقهر ابن البقاع أرض البقاع إهراءات الأمبراطورية الرومانية ولكن ما عنا كؤوب ما عنا جمعيات ما عنا تعاون في عندك كل شخص عنده ثلاثة أربعة آلاف متر مربع بده يزرعون لحاله وبده يجرافة لحاله إذا بدنا نحكي عن الزراعة ما نسمع الأخبار إلا عن الزراعات الممنوعة طب ليه ما بيكون في زراعات مسموحة بس على شرط أنها تنبيع وتطلع لهم مصاري عم تفتح لي جرح لأنه مشروع الزراعات البديلة للبقاع هذا مشروع تتخذ عالميا وندفع جزء من الدعم للزراعات البديلة ولكن هذا الدعم لم يصل إلى جيب أي مزارع في البقاع زهب إلى جيوب أخرى ما أنه وزير الزراعة قال أنه إحنا وزعنا وعملنا أنه إسمعنا على الأخبار سمعت هيدا أنا اللي عم بيحكيك هي بالقديم عن جديد هلأ في مشروع تلف الحشيشي في زراعات بديلة اليوم طلعوا بمشروع الشماندر السكري أنا برأيي هيضحكي عدقنا وعدقنا المزارع لأنه ما عنا مصنع للشماندر السكري ولا تبني مصنع للشماندر السكري بده وقت وبعدين بتدعم بتدعم موضوع أو زراعة تكلفتها أكتر من استيرادها مش معاول عنا اليوم بسهل البقاع فيك تزرع أفضل تربة لزراعة القطن وما بده ماء أفضل تربة لزراعة دوار الشمس وما بده ماء بعدين في كنابة يعني زراعة نحن نسميها حشيشي هي في كنابة مزروعة بالعالم كله مزروعة بالمغرب مزروعة بالباكستان مزروعة بعد الدول كنابيس يعني كنابيس نعم تستعمل للخيش تستعمل للخشب المضغوط بتستعمل للإدوية وين ما في إرادة لحظة بدك تضلك تحط الحق على الدولة بس أنا عم بيجي بقول أنت حضرتك قلت أنه شمندر مثلا استيراده أرخص من زراعته والقطن لا القطن عندنا نوعيته جيدة جدا وبتبيعه مش أرخص من ما يجي من مصر القطن اللي عندنا أفضل من القطن السوري دوار الشمس عندنا وأرضنا أفضل من الأرض بسوريا بس هل يا هلتورة ممنوع على البقاع وابن البقاع يعيش بكرامة هذا اتهام كتير خطير ليش بدي يكون ممنوع ما فهمت بدي يتركوه فقير مبعا ما تسألني لإلي أنا ما بتعطى أنا بتعطى بالإنماء بس أنا بدي أسألك اليوم أنا ابن البقاع من نيبي حضرتك بمنطقة بفتكر بيكون الاستاذ أميل رحمة لا استاذ أميل رحمة منطقة دير الأحمر أنا كاتوليكي أنا نيبي نيبي لا يعترف أنه كاتوليكي آه كمان نعم على شاشة التليفزيون بيقول أنا لا استوى ممثل الكاتوليك أنا ممثل لحزب السوري القومي الاجتماعي ما احترامي للحزب بس بالحزب بالمئة وثمانة وعشرين نايب ما في نايب اسمه حزب السوري القومي الاجتماعي في نايب اسمه ممثل للرغم للرغم الملكيين الكاتوليك طيب وقت اللي قدام بيته ما فيه زفت لاش طي يطلب زفت لغيره وقت الإنسان نايب بالمنطقة ما بيتعرف على المنطقة وبيعرق إلا مشاكلها للمنطقة بدل ما يحميها لو نايب المنطقة عم بدافع على حقوق المنطقة لا بحاجة لا لا إلي ولا لا إلك ولا إي إنسان تاني هلأ منسمعك هيك مفكر دك بفوت بالسياسة؟ لا أنا إنسان إن مئة ما عندك طموحات إنك تعمل نايب مثلا ما فيك تعمل نايب عنا بلبنان إلا أن تكون تحت مزلة أحد الأقطاب ولا قطب عنا في لبناني بيقبل حدا يمشي حده بدوا الناس تمشي وراء لستوا مستعداً أن أمشي الأسيرة وراء أحد لستوا بحاجة لأحد أنا بحاجة لوطن وأنا مع وطني مين اللي ماشي معك؟ مين اللي بيساعدك؟ كيف الفونديشن ماشي؟ من وين؟ يعني الخيرين؟ مين؟ لم أطلب من أي إنسان يحطيه معي بالفونديشن لحد اليوم ليش؟ لأنه قد ما فيه فونديشن فيك أنا ما بسمح لنفسي حط إيدي مع شخص وأطلب ويقل لي خليني شوف أنا بلشت أشتغل أول سنة وتاني سنة وتالت سنة لتبلش العالم تشوف أنه هاي فونديشن سيريوس مع الخبر كان فونديشن عندنا مؤسسات وهمية لتاخد معونات ومتصرف بس بالمنطقة إذا ما عندك سأر وزار شؤون الاجتماعي لا بس بالمنطقة زميلتي بس رجعت وقلت له إنه شو شافيته وفعلا قالتلي إنه المنطقة كلها تحكي بأعمالك طب هل هالشي اليوم ما إنه اعتراف إنه صار لازم يمكن ناس تساعدك مش لوحدك إيد لوحدة ما بتزقيت الدكتور حنال خوري بيشتغل ببلاش وكل اللي متعاونين معي بالمؤسسة وبالجمعية بيشتغلوا ببلاش لا أعطيك شغلة صغيرة بنت اليو ان دي بي بحيرة وحدة طاقتها سبعة وعشرين ألف متر مكعب كلها فيت يمكن سبعمية وستين ألف دولار بحيرة وحدة سبعة وعشرين ألف متر مكعب أصغر بحيرة بنينها تنام وثلاثين ألف أصغر وحدة أصغر وحدة تنام وثلاثين ألف أول خمس بحيرات ما كلفوا سبعمية وستين يعني لأنه ليس هناك من هدر وليس هناك من سمسرات لأنه حضرت الكراع أنت موجود مباشرة على الشغلة لهذا السبب بلدنا ما بيقوم إلا ما يصير فيه مراقبة ومحاسبة والمراقبة والمحاسبة غائبة وما فيه يكونوا بفرد إيد يعني ما فيه يكون اليوم الحاكم هو عم بيرائب حاله لازم مثل ما بكل بلدين العالم المراقبة بتكون من الفريق الآخر إذا ماني غلطان إجميلاً ديمقراطياً الأكثرية تحكم نعم والأقلية تراقب إذا عملت حكومة وحدة وطنية من يراقب من بيشاركه بالجتو تنينته وإذا حكمت فئة التانية ما بترقبها وبتنتقدها لا بتتعمل مشكلة لا تشلح على الجتو نحنا اليوم والمواطن اللبناني صار كالخروف للدبح من الطرفين ولا أحد يفكر بيه لبنان كل واحد بيفكر بصطحته الخاصة بالدول بيقولوا بالسياسة ليس هناك من صداقات دائمة هناك مصالح دائمة بس المصالح هي مصالح الوطن نحنا بالبنان المصالح الخاصة اليوم عندك بالوزارات يعني نغرب النط على الحكومة عندك بالوزارات أبواب للهدر غير معقولة كل وزير بقدم مشروع لدراسة معناتها في سرقة مع احترامة للكل لأنه شبعنا إذا بتروح على أي وزارة بتلاقي رفوف ملينة ملينة دراسات بفل الوزير بيجي وزير جديد بحط الدراسات عرافة تحتاني ويبلش بالدراسات الجديدة الدراسات هي للهدر هلأ عنا شي جديد للهدر ويغربوا من دول محاسبة هلأ بنوصلوا إذا بالفقرة بس عندي هون سؤال بس ما بدنا الناس تفكر أنه نحنا عم نحكي عن هالحكومة بزير لا 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 عم تحكي عن كل بالمطلق أنا من سنة 1970 لليوم نفس المشكلة نفتقد من تاريخي إلى اليوم لرجال الدولة طيب بس في كتير ناس كانوا جايين على الحكم بنية كتير نيحة وإذا فينا نقول الحكم نزعون أو السلطة نزعتون بقدر بقلك شغلة أنا رجعت على لبنان من 12 سنة لأنه مؤمن ماذا ينفع الإنسان إذا ربح العالم كله خسر وطنه تلديت بشغل بلبنان تعرضت لأزم 2-3 الحمد لله اليوم وقفت أي عمل لألي بلبنان لأنه لا أقبل أن أرشي ولا يمكن أن أقوم بأي معاملة بأي وزارة بأي مؤسسة إلا أن ترشي برأيك كيف منطلع منها؟ ما هي مثل ساركة؟ مين الوزير اليوم اللي بدي يجي إليك بلش بوزارتي أنا بدي مثلا طرف الثاني يجي يرأي بكل المشاريع بتجيب حكومة تكنوكراك متخصصين وخلي النوب جميعا يرأبوهن ويحسبوهن طالما ليس هناك من حسيب أو رقيب ما رح نوصل لمحال نحن اليوم كيف يتعالتوا مع المواضيع الشر الأوسط اللي نحن فيها السياسية إذا كانوا تكنوكراك وسمعنا السيد حسن نصر الله كان عم بيقول ما في شي اسمه تكنوكراك وما في شي اسمه حيادة والاستاذ سليمين فرنجية على نفس الشي أنه كلهم عم بيقولوا ما في شي اسمه تكنوكراك هالكلمة مش موجودة اليوم السيد حسن نصر الله بيقول ما في تكنوكراك والسيمين فرنجية بيقول ما في تكنوكراك لأنه هنو بالحكم بكرة جماعة 14 أدا السنيورة أو حريري أو أي إنسان ما احترامي للألقاب بيصيروا السنيورة والحريري وكلهم يقولوا ما في تكنوكراك لأنه نحن بدنا نحكم لا في تكنوكراك والوزير الصح هو اللي بيتكل على ناس متخصصين بوزارته مش اللي بيجيب جماعته كل ما إجا وزير بيجيب جماعته وبيحط مستشارين شبعنا مستشارين بلد ما بقى يحمل لما نجيبوك متخصصين ومجلس النواب يراقبهم بتشوف كيف بتمشي البلد وما في أسهل ما إنقاذ لبنان ما في أسهل إنقاذ لأنه مسيحته صغيري رح نرجع نحكي بهذا الموضوع بس رح نتوقف لأول بريك إعلاني يوم وقبل ما نتوقف رح نقلكم شوين الموضوعين اللي بعد ما تبقين معنا بالحلقة بعد الأعلان سجون لبنان مين بيخلصها من حبسة الكبير؟ في أخبار السياسة هل يصلح الدهر ما أفسده العطار؟ فإذاً الموضوع التاني رح نحكي عن السجون بلبنان وكمان مرة الاستيصالة المائدسية عنده جمعية هي جمعية حياة الإنسان اللي هي تعنى بحياة وشؤون المساجين رح نشوف سوى الروبرتاج بالأول وبعدها منسأله كل الأسئلة عن هالموضوع ثورة رومي كشفت أسراراً كثيرة كانت رهينة سجن حيطانه باردة ومظلمة ثورة رومي نبهت المسؤولين بعض المسؤولين من غفلتهم على قنبلة موقوطة هي فضيحة سنوات طويلة الجميع استنفر وخطط ولكن لم ينفذ كل شيء بعد دخلنا سجن رومي وذهبنا إلى المبنى ألف السجناء في الباحة الخارجية لهذا المبنى بعضهم محكوم عليه والبعض الآخر ناطر الفرج غرفة رياضة أعدت لتمضية الوقت قدمت من قبل مؤسسة طلال المقدسي اليوم قاعدة رياضة اللي عملت أدي عم بتساعدك لاتمريوات؟ ساعد اللي بيعملوا رياضة وديروا بلن عجز منه وتساعدوا بس من المعدات يعني مش كاملة كلها مظبوط مش كاملة مية بالمية شو بتطلب من إدارة السجن تحسن لك؟ العفو العام عطول مبارسة رياضة بس قاعدت أنه زهقنا من الحبسة صارنا زمان من الحبسة صارنا 27 سنة نعم الحديد احترق تحدثنا مع أمير السجن الذي أكد لنا أن المسؤولية كبيرة والتعامل مع السجناء يحتاج إلى متخصصين أنا بدي أعمل إصلاح وما عندي المكان تنيم السجنة مش تعمل إصلاح ويكون عندي سجن أنا مثلاً سجن هناك أربع مباني الاستيعاب تبعه ألف وستين سجين عندي حالياً ألف وسبع مئة وحالياً نحن عزدين حالنا من ناحية عندي كثير سجنة بيخلصوا حبسهم عندهم كفالة عندهم عفو موش كفالة كمان حتى غرامة مثلاً عليهم مليون ليرة المليون ليرة إذا لم يشتغل فيها لم يجيبها سيقعد فيها ويقعد ثلاثة أربعة أشهر عندي كرمالي أمن للمليون ليرة اليوم هناك مشاريع بدأت تصير بحبس روميا وهي مشاريع إصلاحية إذا بدك أول شي هي قاعدة الرياضة اليوم كيف يتفعل السجنة مع هذه الشغلة اللي عم تقدمونهم إليهم إجمالاً نحن يساعدنا في دور المجتمع المدني لدينا كثير جمعيات لدينا أشخاص يساعدوا السجنة مثل اللي عم تحكيها قاعدة الرياضة مثلاً قاعدة الرياضة عم تأمن نوع من قتل الوقت لعند السجين لأنه السجين إذا ملقى وقت أو هوايات أو عمل يشتغل فيه حيشتغلوا بعضهم يشتغلوا فينا مشاريع كثيرة قيد الدرس منها مشروع منوط مباشرة بقائد الدرك وهي غرف تأهيل لتعليم السجنة الخياطة هذا اللي عم بفكرة أن نطور السجن أكثر من هك وهي أول فكرة أنه نعمل معمل خياطة للسجنة نعم معمل خياطة نستفيد دحنا كقوة أمن منه والسجين يستفيد منه هالمعمل هيدا عبارة عن معمل خمسين مكانت خياطة بيشغل على قليلة مئة وخمسين سجين أنا مش بس مكانت خياطة اللي بتشتغل تعرفي في مكانت الدرس ومكانت الحبكة وتعلمت ومكانت في عدة أنواع مكانات الخياطة بس إني خمسين فإذا ما قدرنا نشغل مئة وخمسين سجين إحنا بهالمعمل هيدا والفكرة هي أنه نصنع أو نخيط بدلات قوى الأمن الداخلي بدلات العسكر عندنا بحاجة إحنا لمن يخيط إحنا مشترية بدلاتنا شرية أو منلزمها التزام فنستفيد على المالتين أول شي بكلفي أقل إلنا وتاني شي بيستفيد السجين أنه نحنقصص له مع عاش للسجين أضف إلى أنه ممكن مع الوقت إذا طورنا هالمعمل هيدا معمل لخياطة أنه ممكن كمان يصير ينجل الأسواء ويبقى تأهيل سجن رومي ضرورة ومن أهم الأمور المستعجلة لإثبات وجود الدولة ودورها تأهيل السجون في لبنان والعالم بحاجة إلى أشخاص مدربين أكفاء يستطيعون التعامل مع كل أنواع الجرائم في المجتمع إن كانت نفسية اجتماعية وقانونية فهل يتحقق ذلك في سجون لبنان؟ من سجن رومي مونا سكر مونا سكر مونا سكر مونا سكر ويهي مشكور بمشروع مكانات الخياطة اليوم السجين بيفوت لجوا ما عنده أي شيء يعمله أو بيفكر كل الوقت اللي يعده كي بده يهرب أو بده يفكر كي بده يعمل عصابة لأنه محكم ست سنين أو سبع سنين أو عشر سنين ومحكم أربعة أو خمسة أو عشر أو عشر مليون ليرة بيقعد ستة أو سبع أو عشر ستين بيخلصت محكميته بده يدفع غرامة ما معه يدفع غرامة بيقعد بالسجن جمعية حيات الإنسان اللي عملناها هي أصلا بمبادرة وبهيكي بإيحاء من معالي وزير الداخلية العميد نروين شاربيل صدفة كنا فوق بالسجن عم نعمل زيارة وصار عادس قدامي طرحت علي الفكرة طلعت أنا عم بطرحها عليه وعم يطرحها علي قبله إنه ليش ما بنعمل شي نخلص هالسجون من المساجين يلي خلصت محكميته ابتدينا نبتدي صارنا مطلعين مية واثنين وعربين سجيني وسجين بس من وين عم تجيبوا المساري؟ إن عمل جمعي اسمها جمية حياة الإنسان تبرعوا فيها بلشنا نحية ست أعضاء من الطيبين لحد هلأ عنا ثمان متبرعين بقدر بقلك من أصل الثمانة ولا متمول عمل ثاروته بلبنان حط ليرة من كل هؤل المتمولين اللي بتعرف بأسماءهم ولا ليرة اللي حطه هلأ خلال أسبوع بتصير تشوفهنا على الويب سايت السياسي الوحيد يلي حط يلي أصر إنه ما ينحط اسمه بالسياسي هو معالي الوزير مروان خير الدين خمسين مليون ليرة لبنانية الاستاذ أمال أبو زيد حط تلتين مليون ليرة لبنانية بس نتدفعه لتدفعه غرامات بس الغرامات أنا حطيت مية وتلتين مليون ليرة لبنانية بهذا المشروع لندفع بس الغرامات برمنا على السجون ببيروت على السجون بلبقاء على السجون بشميل على السجون بجنوب صرنا مطلعين 142 سجين أكتر من هيك كان عنا عيب شيء عيب لأنه أنا بعدها معيب حرام هيدا السجين يلي قاعد كل وقته بالسجين بعدين بيجوا أهلوا بدون يتدينوا ولا يطلعوا من السجين بينما إذا صار عنده مبادرة مثل ما عم بيقترح العميد دويهي أنه إن عمل مصنع خياطه صار بيقدر يشتغل وبيطلع مصاري بيدفع هو غرامته وبيطلع أنا عندي اكتراح تاني كمان يلي هو الأرتزانة اللي بنيه ما قاعدين جوا ما عندهم وقت شغل الأرتزانة لشغلوا المسجين بس ما حدا عنده إرادة ويعلمون يعني بيمكن يعلمون المصلحة يعلمون المصلحة وبيشتغلوا لأنه وقتهم شو الأرتزانة الشاي اللي بيخد وقت وروتين بيعطون الشغل اللي بيقدروا يشتغلوها يعني ما حدا عم بيفكر كيف ينقذ هذا الوضع اليوم وقت اللي بيكون السجن طاقته 1060 وفيه 2700 سجين وقت اللي بيطلع له 50 أو 60 سجين يعني عم بتريحوا وحدة عملت عمل أخلاقي أنا ما بيعده إنساني لأنه بقدر بحلف لك يمين لم أتعرف ولن أتعرف على أي سجين لأنه بعدها عيب لأنه عم بعمل واجب لأيلي أنا واجب أخلاقي مش مني أنا من الجامعية تصلنا ببعض السياسيين الكبار ولا واحد حط ليرة عيب وإحيات الله عيب يعني غير الحديث اللي بنسمع على التليفزيون إنه هني بيقولوا إنه نحنا بدنا نحسن بدنا نحسن وقت فيه مبادرات عحساب الدولة بس مش عحسابهم هني بس تجي دق بجيبتون شوف الإهاني اللي نعملت لأبنية الأشرفية من بعد من بعد الانفجار مش عيب الطرفين هيك طريقة بيتعامل ابن الأشرفية بيستحي أنا إنه مرة توب أمه وأبوه بالأم 200 ألف دولار للأشرفية عم نحكي عن الجاعة تاوي عم نحكي عن الانفجار بالأشرفية عن الانفجار كمان وقت صار الانفجار نعم عيب عيب يعني صاروا بدنا نستثمروا أموال الدولة لمصلحهم السياسية لك والله عيب بس هيك عم تتهم النواب وعم تتهم كل اللي ساعدوا يعني مش بس من 8 أو 14 المواطن اللي ساعد ساعد بكل طيبة قلب وبكل أخلاقية أما السياسيين حاولوا استثمارا كلهم 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 أنا لو مش عايد عم تعمل لحالك كتير أصحاب الليلة لأ لأ لك شغلي ايه ايه كتير عم بيحبوك أنا عم بعمل لألي أصحاب من الناس الأحرار المحررين بالبلد الغير مربوطين والحر والمحرر بيحكي مثلي أنا وبيحكي لغته أنا عم بمثله اليوم وبتمنى كتير كتير المحررين والأحرار باللبنان طب أهل الأشرفية عارفين أنه هذا اسمه استغلال أو هن بالنتيجة بدهم حدا بدهم أنه يعني حرام كمي هيك قصدي بدهم حدا يساعدهم بدهم أعمالهم تسير بيتهم يرجع يقدروا حدا يقويهم بهالفترة اللي كانت تير صعبة عليهم هيدا موضوع في مؤسسة بلبنان اسمه الهيئة العليا للإغاثة تتحرك ما ما عملوا شي شو كانوا عملوا هالناس كانوا بقيوا بالطريق هلو ساعتا النواب الأشرفية والسيسين بيطلعوا بيطلعوا صرخطهم على الهيئة العليا للإغاثة ما بيجيب تبع الهيئة بييدوا لحتى يصوروا معهم لا في موقف أخلاقي لو أنا مش عايب أنا عندي شغلي اليوم أنا طلعت على البقاع من خمسة عشر يوم وأمنت معاونية غزائية بالقاع منطقة القاع لجميع اللاجئين السوريين إلى منطقة القاع كله بكل بيت ببيته ليه ليش بالقاع لأنه منطقة ما بحب إتعاطى بمناطق غيري لأنه ساعتا بيقولوا تطفل بيعدوا تدخل بشؤونهم الخاصة أنا لو بالأشرفية كل بيت بأمن له سكنه كل بيت بتصلوا بحاجته وبنته ربعدين الدولة تعمل بيخد أنا المبادرة ساعتا الدولة بتلحقني بس صار في مبادرات يعني أمنوا لهم قتلات مين أمن قتل؟ عحساب مين؟ عحساب دولة إذا بتحب بقل لك كام قتل إيه؟ وبقل لك كام شخص معطل إيه؟ وكم سيارة معطلة عندي هني كلون أنا مطلع على الشيء من المشكلة تبعك أنه بعد الناس وهولي أغشى من الناس بيفكر أنه ما حدا عنده خبر الغشيم اللي بيفكر أنه الآخرين ما عنده الخبر بلبنان ما في شيء بيتخبى الكل شيء معروف قدام العالم كله ما رح ندخل لا ما رح نفوت أكتر رح نرجع على بس عملية السجون نعم عملية السجون يجب بناء سجون جديد وهناك اعتماد بمجلس الوزراء من حوالي 6-7 شهر حوالي 8 مليون دولار كان لتأهيل سجن رومي لأنه جزء من سجن رومي لا في بواب ولا في كاميرات نعم يدل 6 شهر ما حدا تحرك لو ما صار في حركة من 15-20 يوم ما تحرك حدا لا استثمار هو لـ 8 مليون بس هاللي بتكفي هالأمويل؟ يعني 8 مليون بيكفي تايحل هالمشكلة؟ سيدي بيلك أسوأ من هيك في دول مانحة الدولة السويسرية مانحة اتصلت بمؤسسات بجمعية بلبنان لينعمل سجن للي موجودين تحت الجسر تبع الأمن العام نعم وحطوا مليونين يورو عطونا أرض الجمعية اللي أخدت هذا الموضوع أثرت تدور من الدورة على أرض ببيروت أنا بدي أبني بعد سجن ببيروت بقلب بيروت؟ نعم ضلوا يدوروا على سجن إلا أن راحة المدى وراحة المال المنحة بعدهم عم يدوروا على أرض بيروت ليش ما بيعاملوا سجن بالبقعة؟ ليش ما بيعاملوا سجن بالشميل؟ ليش ما بيعاملوا سجن بالمناطق يلي حق المتر دولار والدولة عندها ملايين الأمتار لمصالح خاصة كل واحد بدور على مصلحته الخاصة ما حدا بيفكر المصلحة العامة شو هي مصلحة خاصة هون فيها أنه ما يروحوا على مناطق الأرض رخيصة ما الدولة بدها سجن وما يكلفها كتير مثل ما راحت علينا مشروع بناء السدود في لبنان الله يرحمه الشيخ زايد كان أتبرع ببناء جميع السجون في لبنان وكانت تكلفها يهديك الأيام بحدود 800-850 مليون دولار اختلفوا مين بيأخد لك ريدي عم نحكي عن السدود راحوا كلهم السدود وراحوا الفلوس وراحوا اللي كانوا بدون يعبدوا المشروع وبعدنا بلا سدود نفس القصة حرام وحيات الله حرام الشعب اللبناني بيستهل أكتر منه بيستهل طبق هنه اللي عم بيمتخبون يعني هلأ عم بتقولهم لألفان وثلاث عاش تقريباً صارت معروفين من المية وثمانة وعشرين في مية رجعين هنزلتهم ما راح يرجعوا ينتقبون نفسهم كله بيتوقف على الأنون لقلك ليه نحنا عنا بلبنان اليوم من يحاسب بيحاسب الإنسان اللي معلم الإنسان اللي بيقرأ ليه اللي بيقروا عنا بلبنان تعودوا عنا في ناس غب الطلب للمظاهرات ولحمل العصي اليوم عندنا بلبنان بيستحي تقول أنه جزء كبير من موظفي الدولة بيقبضوا ما بيعرفوا وين الشغل بينزلوا بيقبضوا بيفلوا بينما عندك فئات مثل الدفاع المدني مثل الصليب الأحمر بيحض دموا عكفوا متبرع بدون مقابل نحنا اليوم عم نبحث مع الدفاع المدني بحياة الإنسان لنأمنوا نخرطيه ميل للإطفائية مش عاب وين دولة وين بسرية الدولة ولو مشروع دراسي واحد حطوا المساري للدفاع المدني مش معيب أنه أبداء الدفاع المدني ما يتسبتوا بالدولة مش وعيد جماعة الصليب الأحمر يكونوا كلهم متطوعين هدول الشباب اللي بيسووا تقلون شفت أنه عنا ناس حضرين يعطوا للدولة مش كل العالم بدا تاخد طيب بس ما الدولة بيضلوا نقولوا ما فيها مصاري والدولة ما يعني مؤين أصلا أنه دين الدولة قدية ودين البلد ما وصلنا للمرحلة الخطرة بدين الدولة هيد الدولة قالب جدته والكل بدوين هشمنها طيب بس وصلت لمرحلة كنا عم نحكي عن النواب شو كيفينا نعمل لتما يرجع يجوهن زيت ونرجع نحكي ونفس النق سنت الجابي نفس القاعدة كله بيتوقف بأنون الانتخاب كل ما طلع مجلس نيابي بيقولوا أول موضوع بدنا نعمله بالمجلس نيابي هو دراسة أنون الانتخاب هيك بلشوا مزبوط من وقت الانتخابات الماضية كل مرة بندرس أنون وكل مرة بيناموا عليه لأنه كل واحد بيجي بديفصل أنون على مقاسو إذا هو بيربح فيه إذا هو ما بيربح فيه أما الانون يلي بيوصل المؤهلين عن النبلوني ليك بدي أسألك ليش طلع مشروع اللقاء الأرثودوكسي ليش القوات اللبنانية طارحين مشروع الدوائر الصغرى ليش طالع هالصرخة لسبب واحد لأنه شركاءنا بالوطن أنا سيئة بيت الحمد لله أنا مسيحي شركاءنا بالوطن من السنة ومن الشيعة احتقروا المسيح كلمة كتير كبيرة لا ما أخدوا إلا أتباع أنا بحكي بمنطقته عندي نائب ماروني ونائب كاتوليكي الماروني ما بيأخذ واحد بالمية من الموارنة والكاتوليكي ما بيأخذ واحد ضربية من الكاتوليك فرد على يوم بينما شركاءنا بالبقاء على الأرض حبينا ووقفين حدنا وبيدعمونا بمشاريعنا الإنمائية وقلنا علاقات من أجمل ما يمكن لكن بس تجي على الانتخابات بدون أن هالناس تبصوا ما بيصير مش بس بالبقاء بالبقاء وبالشمال وبالجنوب وانون المسيح اللي عنده حيثية هلا لقاء الأورتودوكسي إيه معه أنا وإذا مش لقاء الأورتودوكسي قانون الستين ولكن بالتأهيل بس بيقولوا أنه طائفة هالقانون ما جبروك أنك تصير طائفة اللي تحمي حالك لو عمل لو أخذوا الناس اللي عنده حيثية لو جيبوا أفضل ما عندنا أو أفضل ما عندهم كمان كانت الدنيا بقالوا في خير بس كلهم بيجيبوا أسوأ ما عندهم ليضلوا هني حاكمين ليه شوف التعيينات كل واحد بده يجيب أتباعه يا أخي هوا موظف بالوطن مش لقائلك إذا ولقوا بده يكون لمعلمه لوظيفته لوطنه مش ولقوا للزعيم اللي جيبه كيف بدك تجيب موظف يشتغل اليوم إذا بتعمل قانون الستين مع التأهيل شو يعني التأهيل التأهيل من طقفته بتأهله بيوصل الناس عنده حيثية على الأرض لما يجي إنسان عنده حيثية وعنده كرامة ما بعد تابع بسي يسأل لهذا السبب بس بيجيحوا بيجيحوا عجنا لا ما رح يقدروا ما رح يقدروا يعني يحتاجوا لقلوا لأنه أكتريز أقلية صغيرة إذا كانت بتفهم بتحكم أكتريتين متعادلتين يعني برأيك أنون اللقاء الأرتودوكسي هو أفضل تمثيلاً لكل الناس لاحظة أو الأنون سموا الأنون الأرتودوكسي ومش الأنون يعني مش للأرتودوكسي نعم الأنون الأرتودوكسي أنا بأيده اليوم بالطريقة الحالية الدوائر الصغرى أنا بأيده وهلأ رح يقولوا أنا عنك 14 أبار مية لحظة بيقل بحديك أنون أرتودوكسي هذا الدوائر الصغرى نعم مش الحال الثالث قانون الستين مع التأهيل لا ييجي الإنسان اللي عنده حيثية بيفهم إله هو دور إذا انتخبته تحاسبه تبعا مننتخب ناس ما بنعرفه تقدر تعده إلى المية وثمانة وعشرين نائب بالمجلس ولا بشكل ما بعرف النواب اللي بقع يعني النواب منطقته مبروك نيالك تعرف الزعمة عنا المجلس النواب 16 نائب أو 18 نائب ومية زقيف مثل ما عنا بالناس بالبلد غب الطلب للمزاهرات غب الطلب للتسفيق حرام بلدنا بلدنا بحاجة لناس يطلع صوتها أنا إنسان طلع صوتي لأنه ما عندي الشغل ولا بدي حدا ولا بدي أطلب من حدا شي ولن يعيز حدا هيدا كانت صرخة رجال أعمال بس بأكلكم بعد بالمرحلة التالتة بعد هالبريك الإعلاني رح نفوت على الشق السياسي يعني كلها وبعد ما بلشنا بالسياسي إن شاء الله ما يكون أكتر من هيك بريك أخير ونرجع من تابع بعد الأعلان بين الحوار والهجوم والهجوم المضاد وين رح بيكون موقع السياسيين بلبنان وصلنا للمرحلة الأخيرة من البرنامج مثل ما كنت عم قول قبل الوقفة مع الإعلان إنه هلا رح نحكي شوي عن السياسي قبل ما نبلش نحكي رح نعمل راوند أب بس شو صار هالأسبوعين بالسياسي ونسأله رأيه أكيد برجع بعيد الأستاذ ما قد سهوي رجل الأعمال منه سياسي ما بده يعمل نايم هيدا تنبلش منهم تنعرف أنه رأيه مستقل مستقل كليا ونشوف أول شي راوند أب السياسي في وقت لا يزال فيه فريق الرابع عشر من أذار حذرا وقلقا وحزينا في أن انمعنا على خلفية التفجير الأخير واستشهاد اللواء الحسن وخلافا لتوقعات الكثيرين بعد الإشكال في صيدة جاءت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تصعيدية إلى حدود غير مسبوقة وإمكان ملاقات الفريق الآخر والأمر اللافت في كلامه هو تناوله موضوع المشاركة في طاولة الحوار الوطني إذ نسف معايير الجلوس على هذه الطاولة والأسس التي تم على أساسها دعوة الأقطاب من قبل رئيس الجمهورية ميشيل سليمان كما هاجم رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع من دون تسميته مثل ما الآخرين بحق لهم يحطوا شروط لا يرجعوا على طاولة الحوار ليش نحن ما بحق أننا نحط شروط لا شك أن جريمة التفجير في الأشرافية التي أدت إلى استشهاد اللواء وسام الحسن أدخلت لبنان إلى مشهد جديد مطلوب من كل القيادات السياسية لأنه يتصرفوا بمسؤولية وطنية لأنه أي تصرف خاطئ ممكن يفجر البلد بالتوازي لقى نجاجع قوى الممانعة والمكابرة كما يقول دروسا في المنطق من خلال رده التفصيل على خطاب الأمين العام لحزب الله متحديا إياه بقبول قانون الخمسين دائرة الذي يؤمن صحة تمثيل جميع اللبنانيين يا سيد حسن وجودنا على طاولة الحوار كرم أخلاق من أوعدنا من شعبنا من الناس يلي اعتمانتنا ومن الناس يلي كلفتنا تاني شيء يا سيد حسن أنا بضايب الفعل بس ما بدي أقبل بأنه قدمته الحكومة لأنه فيه قانون أحسن منه ولو كنا بنربح فيه لأنه اللي قدمته حكومتك فيه قانون نربح فيه عن الصوت شو مضطرنا الأمر وفيه نربح بقانون غيره على عشر صوت وغيره على خمسة عشر صوت هاي من جهة من جهة أخرى يا أبا داي فيه أفضل من أفضل من أفضلين بما يتعلق بنسبة التمثيل فهل سيكون هناك طاولة حوار وهل الأحداث التي حصلت مؤخرا في الأردن وغزة والدائمة في سوريا سيكون لها ارتدادا آخر في لبنان خاصة بأن اليوم الخطر الأكبر يهدد وجود المسيحيين بحيث المثالثة التي يبدو كأنها ستكون الثمن لسلاح حزب الله أو لتخلئ الحزب عن سلاحه فتح ملفات وفتح ملفات مضادة وكلام بيرجع بيعلى لهالدرجة وصرنا بنسمى بعضنا أسماء ومثل ما نهيت الحديث زميلتي أنه يمكن التمنى أن نوصل للمثالثة اللي كان نحكى فيها بأيام الدوحة وحضرتك كنت بالدوحة بوقتها شو رأيك؟ أول شي الحكي كله اليوم ممارسات لانتخابات الألفان وثلاثة عش لأنه انتخاب مجلس نواب الألفان وثلاثة عش يلي هو بانتخاب رئيس الجمهورية المقبل والكل عم بيعمل لهو يربح ما حدا من الطرفين عم بيعمل للوطن يربح أنا إنسان بعمل لوطني يربح مش لحزب السياسي يربح ويني بيربح وطني؟ لما نيجي على مجلس النواب ناس مؤهلين ناس واعيين ناس وطنيين غير مستزلمين للخارج وغير عاملين لأستزلامنا نحن بالداخل كائنا من كان إذا كان مش مستزلم للخارج وعم بيشتغل لبناء الوطن أنا معهم بإلى أي طائفة ننتمى الولاء للوطن هو المعيار في المستقبل والولاء للدولة ومؤسساتها أهم قرار أنا مع طاولة الحوار لأنه أنا بضل بالحوار نتوصل نتحاور مع بعض متل ما توصلوا بمرت المرة اللي فاتت لا أعلان بعبدها هيدا دستور أعلان بعبدها راية إلى حماية لبنان لمية سنة لقدام ولكن وقعوا ومسحوا توقيعهم بعد جمعة الطرفين كل الأطراف الولاء للوطن وأعلان بعبدها هو دستور جديد طيب اليوم بهالنشقاق العمودة مثل ما حضرتك سمعته بأول حلقة السؤال هو صار دور رئيس الجمهورية أهم دور بالوقت الحاضر لأنه ما بيحكوا غير معه ما بيحكوا مع بعضهم طيب فخامة الرئيس رئيس البلاد بين الجسور بين الأطراف يلي كله بيتعاون معه يتعاونوا معه على طاولة الحوار هالمرة لأنه توصلوا مرة الماضية إلى إعلان بعبدها بيصير عليه محاسبة بالاجتماع التاني لحتى يكون إعلان العبدها فعلا مش قولا بس عم بيقول الحوار مش عم بيود لمدر حصلنا سبعة تنين سنين ما وصلنا الحوار مرة الماضي إلى إعلان بعبدها ما وصلنا الحوار مرة الماضي إلى إمكانية درس سلاح أحد الأطراف في لبنان اليوم في شي تاني خطوة كتير طلعت باعتقد من وراء طاولة الحوار مرة الماضي واللي نفزها مجلس الوزراء لأول مرة من سنة الخمسة وسبعين هناك اعتماد لتسليح الجيش اللبناني على خمسة سنين نعم تسليح الجيش اللبناني لأنه لا يسمح ما في أي وطن على وجه الأرض بيقبل أنه تكون أي قوة على الأرض مسلحة ومجهزة أفضل من جيش الوطن الخطوة الأولى لها هو مش مفروض تكون موجودة قبل ما تكون أحسن من الجيش أو مش أحسن من الجيش هلأ في ظروف موجودة أنا مع المقاومة بالجنوب للدفاع عن أرض الوطن بس سلاح المقاومة شو بيعمل بترابلوس إذا في بترابلوس وتمع بيسمع السياسيين عبيقوله أنا عم بلقوا الكلام اللي بيسمعهم شو عم بيعمل بيروت شو عم بيعمل بجونية شو عم بيعمل بالجبل ما لأ ما بعرف بسمع بعدين بتسمع السياسيين عنا باللبنان بيتراشقوا باتهم وبالسرقات حتى إنه بعضهم بيقولوا بيتبهى أنه سرق أقل من غيره طيب ما في لحسي ولا في رقيب فإذاً عنا شغلتين انتهوا بالحوار مرة الماضي إعلان بعبدة وقرار مجلس الوزراء باعتماد لتسليح الجيش لأنه عنا اليوم بلبنان مؤسستين حميين لبنان هن مؤسسة الجيش ومؤسسة البنك المركزي يخففونا شوية سياسي وضعنا المالي بلبنان والوضعنا الاقتصادي من وراء التعاطي السياسي بلبنان أصبح في خطر دولارنا اليوم بـ 114.514 ليرة يعني الحد الأقصى طيب لوين بدنا نوصلونا عطلين عن العمل عم بزيده شبابنا اللي هو الثروة شو ثروة الأوطان ثروة الأوطان هاي الشابة اللي عمرهم بين 22 و40 هولي المنتج هاي الطاقة المنتج هولي أكتر شي عم بيهجروا وين بيتعلم بيدرس بالجامعة ومنبعث له نية على كندا مخرج من الجامعة منبعث له نية على أمريكا مخرج من الجامعة منبعث له نية على أستراليا مخرج من الجامعة ليتخرج طالب بكندا أو بأستراليا أو بأمريكا ليوصل للجامعة بيكون مكلف الدولة بحدود الميتان للميتان وخمسين ألف دولار نحنا عم نبعث له نية هدية شوف كم مليار دولار لبنان مقدموا ولا كندا ولا أستراليا ولا أمريكا ولا الدول الأخرى هاي دي هاي دي جريمة بحق الوطن لو عندنا هالطقات اللي موجودة وأمن لها شو بده هالطقات بده استقرار أمني بده عديلي وقضاء وشو بده استقرار عندك أمن عندك عديلي وقضاء وعندك استقرار متر الأرض بلبنان أغلى متر الأرض بالعالم اليوم مع كل الغلاء اللي موجودة عندنا أرضنا رخيصة كتير طب هوني بدي أرجع بس على موضوع التراشق الكلامة اليوم إذا ما بدون يكون في طاولة حوار أو مش رافضين يتحوروا وبيضلون هيك يعني مع الإعلام بيحكوا مع بعضهم من خلال الإعلام وتراشق الكلام اللي كنا نقول عنه وين رايحين؟ يعني في زين السروا عم بيشوفوا الـ 75 أدامهم شوف إنجازات أهم إنجاز لوزارتنا مؤخرة تعيين مدير عام لسكك الحديد والنقل المشترك لا عنا سكك حديد بس يمكن هادي منيح أنه راح يبلش ويرجع ويعملوا سكك حديد بهذه الطريقة اللي موجودة بيخربوا لنا البلد طول بالك عايزين ليرة ما تفتقلي مجال للفساد والهدر عن جديد لأ خلينا نكون مريقين كل ليرة اليوم عمل لحساب اليوم بعض الوزارات عم تاخد سلفات خزينة تاخد سلفة الخزينة تابعة وتحت إشراف ديوان محاسبة بتجزئها لما تمرع ديوان محاسبة خلينا على رواق عنا مشكلة عنا بالبناء هو لا رقيب ولا حسيب الرقابة والمحاسبة لو صارت القضاء تحرك لما كان فيه الأكل السمك الفاسد اللي طلع اللي كمشوه والجاج الفاسد اللي كمشوه واللحوم الفاسدي اللي كمشوه هلأ الدوية وما كنا وصلنا لمرحلات الدواء الفاسد تصور الفساد بعد لبنان وين وصل إنه اللبناني مزبوط صار للدبح أو بأكل فاسد أو بيدوى فاسد ما حدا عم بيحتاج ما عم نشوفهم عم ينزل مثلا مزاهرة لا مثلا ينطلب من هالشخص لنكمش إنه ينحط بالحبس ويتحاسب الناس تقول يلا ما أصلا ومتله مثل غيره ما غيره ما تحاسب يعني شوية مثل إذا ما بلشنا شي مطرح رح يدالون يقولوا ايه بس هولي سميتون ما تحاسبوا ليه بدوا يتحاسب هيدا يمكن نضطر نعمل حزب جديد نعم غير ثمانية وأربعة عشرنا هلأ لننقذ لبنان حزب الولاء للوطن حزب الوطن حزب الوطن ولاءنا للوطن ما في إلك أي إيمي بأي مكان بأي محل بالعالم إلا بوطنك وهذا الوطن نحن مدينين نلقله وشعارنا شعار الدولة اللبنانية ومؤسساتها اليوم مثل ما عم بتقلي تماني بيروحوا لعند فخامة الرئيس وأربعة عشر بيروحوا لعند فخامة الرئيس طيب يستمعوا له شو بيقول لفخامة الرئيس ينفذوا له شي طلب من دون ما يحطوا العرائيل بدون يجيبوا كل الموظفين والمسؤولين تابعين لإلون طيب ما في حدا يكون تابع على الدولة للوطن عنا نصف مليون صبية وشاب بالخليج عم بيبنوا إذا بتطلع على الخليج وإما رحت نكرحت عدوباية رحت عبوضابي رحت عجدين رحت عالرياض رحت عالكويت رحت عالبحرين بتلقي الشاباب والصبايا اللبنانيين هن الأساس طيب حدول الممنوعين تخبوه هو اللي بيعرف ينقع لأنه بيعرف شو القانون لأنه مجمور يحترموا مطرح ما هو وبيعرف شو قيمة الوطن بيعرف ينقع الأفضل لحكم الوطن إن شاء الله إن شاء الله يقدروا ينتخبس انتجاع قانون مثل ما كنا عم نقول حديث إذا بنأسألك اسئلة سريعة مع جميل سريع نحكى عنك إنك تكون مدير عاملة تليفزيون لبنان صح أو غلط مزبوط وشو صار؟ بطريقة سريعة أنا ولاقي للوطن مش ولاقي لأي فريق سياسي ما هيك لازم يكون لما الأطراف السياسية بتقنع إنه ممكن يكون هذا التليفزيون اسمه تليفزيون لبنان للجميع مش لطرف معين ما بقعد في تعرقل سؤال تاني حضرتك يعني ما بيصير تكون موجود معنا وما نسألك عن حالة الإعلان بلبنان وين صرنا بالببليسيتة بلبنان؟ باللبنان اليوم يمكن وصلنا للمئة وعشرين مليون دولار نعم صارنا ثلاثين سنة لازم يكون مينموم مينموم ميتان وخمسين مليون دولار والمضحك المبكي إنه الميتان وخمسين موجودين ولكن ما عم بروحوا على الطريق الصح هاي ما فهمت أودك تفسر لي موجود ميتان وخمسين بس مش عمين صرفوا عدم احترام التعرفة وعدم قيام وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك بمرائبة التليميترز وستات والأسعار والتعرفة وتنفيذها عم بيحضر على الإعلام بلبنان بين المئة والمئة وخمسين مليون دولار كل سنة لأن هول المئة للمئة وخمسين مليون دولار بيحرروا الإعلام عنا بلبنان من حاجته إلى الإعلان السياسي بس كمان بيصير في مدخول للدولة أكيد في مدخول للدولة وليه ما عم تعملها؟ ما فهمت إذا هادي طريقة هاي بس في مدخول للدولة؟ لا أصدق أنه هدا الموضوع ليه الكهرباء اليوم اللي عنا هدر عم نخسر مليار وخمسمائة مليون دولار بالسنة هدا موضوع بدون 3 ساعات وحدهم وهلأ جايبين بواخر بدأت تنتج لنا بين 350 و 400 ميجاوات يعني 500 مليون إخسارة زيادة هنوصل لإخسارة مليارين دولار بالسنة ليه؟ حدا من النواب قال كيف بدون يطلعون لهون مليارين دولار؟ أكيد مش بالجباية لقلبي ولا يمكن اليوم في حل الكهرباء في لبنان خصخص الكهرباء عندك 7 8 أو محافظات 8 مصانع خصخص الكهرباء الدولي بتأمن النقل بتوفر مليارين دولار وبتأمن الكهرباء للعالم لأنه نحنا عم ندفعه للموتور وللكهرباء ولو زيت السعر حندفع أقل مما عم ندفع مجموعة للدولي وللموتور بصير عندنا كهرباء عيب نحنا بالعصر مش رح يسألك ليش مش عم بيطبعوا هالسيستام ليه ما عم تنعمل هالشغلة لانه بعرف انه بدأ جواب كتير طوي فيك تقلنا بديئة في كرتل للديزل وفي مصالح خلينا بلا مش وقتا بنعمل حلقة تانية عنها حلقة اقتصادية بنحكي عن المي و بنحكي عن الكهرباء و بنحكي عن النقل المشترق لا هيك ساعتا فكروا انك عم تحكي سياسة لا يا أخي عم نحكي اقتصاد ما بدنا نحكي سياسة بس البلد اليوم عم يجبروا المواطن ويتحكشوه مش ليحكي سياسة ليتخلص من الطاقم السياسي ويجيب تقم سياسي جديد حرام وطننا عم يندبح وطننا كل يوم مش وماتسي مرسي كتير على هالحلقة بتصور انه الناس عارفوا هيك رأي مستقل يعني مع انه اوقات بس تحكي بيفكروك يمكن من هالطرف بعد شوي بيفكروك من تاني طرف بس فعلا انت قلت انك ما انك تطالح مع الدولة والوطن نقطة على السطر ان شاء الله يكون عجبتكن على الحلقة وماتسي كتير كمان مرة مش وماتسي على الحلقة نحن بنعطيكم موعد سبت الجي بنفس الوقت ساعة سبعة الا سبعة وهلأ بتركن مع نشط الاخبار المفصلة تصبحوا على الفتاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة